بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طلب وطالبات الصف الثاني في التعليم المستمر في درس جديد من سلسلة دروس مادة رياضيات في قنوات عين التعليمية معكم الأستاذة مشاعر السويلم وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم هو خصائص المعين الدرس هو الثامن عشر وهنا رابط الدرس الرقمي تعلمنا في الدرس السابق خصائص متوازي الأضلاع وقلنا في متوازي الأضلاع أن كل ظلعين متواجهين في متوازي الأضلاع متطابقين ومتوازيين وكل زاويتين متواجهتين في متوازي الأضلاع هما زاويتين متطابقتين أحسنتم وأيضا تعرفنا أن الزاويتين المتتاليتين في متوازي الأضلاع هم زوايا متكاملة أي أن مجموع زواياها سيكون 180 درجة أيضا تعلمنا أن نقطة تقاطع القطرين في متوازي الأضلاع هو مركز تناظر فيه أيضا تعلمنا طريقة إيجاد محيط متوازي الأضلاع وقلنا أن محيط متوازي الأضلاع يساوي 2 في طول نصف المحيط بإذن الله تعالى سنتعلم جميعا بإذن الله في هذا الدرس خصائص المعين لدينا هذا الشكل الشكل ألف با جيم دال هو متوازي أضلاع ولكن ماذا نلاحظ هنا في متوازي الأضلاع؟ تطابقت أضلاعه متوازي أضلاع تطابقت أضلاعه متوازي الأضلاع الذي تتطابق أضلاعه ماذا أعني بتطابق الأضلاع؟ ماذا أعني بها؟ أحسنتم أن الأضلاع لها نفس القياس جميع الأضلاع لها نفس القياس مثل من؟ مثل من من الأشكال الذي كان له الأضلاع كانت أضلاعه متطابقة؟ أي من الأشكال التي تعرفنا عليها سابقا؟ الأضلاع جميع الأضلاع متطابقة ممتاز أحسنتم مثل المربع إذن هذا الشكل وهو يسمى المعين إذن نقول أن متوازي الأضلاع الذي تتطابق أضلاعه هو متوازي أضلاع تتطابق أضلاعه يسمى به المعين تطابق الأضلاع هذه الخاصية نعرفها من خصائص المربع إذن لنتذكر بأن المعين له خاصية مثل خصائص المربع بأن الأضلاع متطابقة أحسنتم الآن قس الزوايا ميم الزاوية ميم واحد والزاوية ميم اثنين والزاوية ميم ثلاثة والزاوية ميم أربعة الحاصلة من تقاطع القطرين قطرين معينة القطر الأول ألف جيم والقطر الثاني با دال لنقيس هذه الزوايا ماذا نلاحظ هنا؟ هذه الزاويتين أربعة وثلاثة كم قياسها؟ نلاحظ هنا أن قياسها أحسنتم تسعون درجة إذا كانت الزوايا تسعون درجة وهنا أيضا هنا نلاحظ تسعون درجة إذا كانت الزوايا الحاصلة من تقاطع القطرين هي تسعون درجة فماذا أقول عن القطرين؟ أحسنتم أنهما متعامدان أحسنتم إذن قطراء المعين متعامدان أحسنتم مثل من أيضا؟ من من الأشكال السابقة التي تعلمناها سابقا وكان قطراء متعامدان؟ رائع جدا إنه المربع أيضا إذن في المعين خاصيتين من خصائص المربع أن جميع الأضلاع متطابقة وأن القطرين متعامدين أحسنتم الآن قص أطوال كل من القطعة ألف ميم ألف ميم نلاحظ هنا هذا الشكل هذا الرمز قلنا أنه يرمز إلى القطعة المستقيمة أي أن لها بداية ونهاية فهي تبدأ عند ألف وتنتهي عند الميم قص أطول القطعة ميم ألف والقطعة ميم جيم أيضا هنا ماذا نلاحظ؟ هنا صفر إلى أربعة ومن أربعة إلى ثمانية كم طولها؟ أحسنتم إنها ثمانية سنتيمتر ولكن نلاحظ هنا أربعة عند ميم أصبحت أربعة إذن هنا أربعة وهنا أربعة إذن هنا ميم بالمنتصف ولدينا هنا أربعة وهنا أربعة وجميعها ثمانية ميم بالمنتصف أحسنتم أحسنتم ميم هنا تعتبر مركز تناظر أحسنتم للنقطتين ألف وجيم رائع جدا والآن أيضا ميم با القطع المستقيمة قياس القطع المستقيمة ميم با وميم دال ماذا نلاحظ أيضا هنا جميعها 4 سنتيمتر من دال إلى ميم 2 سنتيمتر ومن ميم إلى با أيضا 2 سنتيمتر أحسنتم أيضا هنا تعتبر ميم رائع مركز تناظر بالنسبة للنقطتين با دال وبا صورة لدال أو دال صورة لبا أحسنتم ولكن هناك شيء آخر إذا كان ماذا يعني أن القطرين هنا كل منهما ينصف الآخر إذن نقول أن قطري المعين متناصفان كما رأينا هنا ومتعامدان كما رأيناها في أو عند قياس هذه الزوايا فهل هنا هل يمكن أن تقترح طريقة أخرى لرسم المعين غير التي رسمناها في متوازل أضلاع؟ هل نستطيع رسم المعين بطريقة أخرى غير رسم متوازل أضلاع؟ لننظر الآن تأمل الخطوات التالية لرسم المعين بمعرفة طولي قطرين هنا نعرف طول القطرين أولا نرسم القطع المستقيمة ألف جيم أي أن لها بداية ألف ونهاية جيم بطول ستة سنتيمتر وننصفها في ميم هنا رسمنا القطع المستقيمة هنا ألف وهنا جيم وطولها ستة سنتيمتر وتنصيفها هنا في ميم وهي ثلاثة سنتيمتر الآن نرسم العامود طبعا هذا العامود سيكون قطعة مستقيمة ميم با له بداية ميم إذن بدايته عند النقطة المنصفة ميم وينتهي عند با وهو عامودي على ألف جيم وبطول اثنين سنتيمتر إذن نلاحظ هنا سيكون بطول اثنين سنتيمتر ثالثا نرسم العامود قطعة أيضا مستقيمة ميم دال وعامودي على ألف جيم وبقياس اثنين سنتيمتر الآن هنا ألف جيم نرسم القطعة المستقيمة عامودية على ألف جيم بقياس اثنين سنتيمتر هنا دال ورسمنا هذه إذن بهذا نكون رسمنا الأقطار نصل الآن الأطراف الأربعة للقطرين ألف با جيم دال فيتكون لدينا المعين لماذا وضعنا إشارة هذه الزاوية القائمة؟ لماذا وضعنا إشارة الزاوية القائمة هنا؟ أحسنتم لأننا استخدمنا المثلث وقلنا أن المثلث هي أداة يمكن استخدامها للتحقق من التعامد وقد تحققنا من التعامد باستخدام المثلث إذن إما المثلث ويكون أضلاع المثلث على الأضلاع يعني مطابقا للأضلاع أو أن نستخدم المنقلة ويجب أن يكون قياسها 90 درجة لكي يكون هناك تعامد الآن نصل هذه الأطراف الأربعة ألف با وبا جيم وجيم دال ودال ألف ويتكون فتكون لدينا هنا المعين الآن متتبعين الخطوات السابقة أرسم المعين سين صاد عين طا الذي طول قطره الأول القطر هنا قطعة مستقيمة طولها 5 سنتيمتر وطول القطر الثاني أيضا صاد طا 3 سنتيمتر إذن سين عين طوله 5 سنتيمتر وطاع صاد طوله 3 سنتيمتر وقد رسم هذا المعين تأمل المعين المرسوم ثم أجب الآن هل ينطبق جزء المعين إذا طويناه حول القطر سين عين؟ إذا كان هذا القطر طوينا هذا المعين على سين عين هل ينطبق جزءا معين على بعضها البعض؟ أحسنتم ستنطبق ممتاز ستنطبق عليها ماذا يمكن أن نسمي القطر سين عين؟ إذا كان هذا القطر يقسم الشكل إلى نصفين متماثلين ماذا نسمي هذا القطر؟ أحسنتم يسمى محور تناظر يسمى محور تناظر وهل يمكن أن ينطبق جزءا معين إذا طويناه حول القطر صاد طا؟ لنتخيل أننا قمنا بها بالطي حول طا صاد هل ينطبق جزءا أيضا؟ ممتاز سينطبق أحسنتم إذا ماذا نسمي هذا أو هذه القطع المستقيمة صاد طا؟ ماذا نسميها أيضا؟ أحسنتم تسمى أيضا محور تناظر للمعين إذا نستنتج أن قطري المعين هما محورا تناظر له نلاحظ الآن إذا كانت النقطة سين ميم عين على استقامة واحدة على استقامة واحدة وكانت النقطة ميم تتوسط النقطتين سين عين وكانت طول ميم سين مساوية لطول ميم عين فماذا نسمي النقطة ميم؟ رائع جدا تعلمناها قبل قليل أنها ممتاز مركز تناظر إذا نسميها ميم مركز تناظر إذن نقطة تقاطع القطرين هي مركز تناظر له الآن حدد صورة النقطة قاف لدينا هنا النقطة قاف والمطلوب تحديد صورة لهذه النقطة حول مركز التناظر في المعين مركز التناظر هي النقطة ميم ونحن نعلم أنه لإيجاد صورة نقطة حول مركز التناظر فإنها يجب أن تكون على استقامة واحدة لهذا رسمنا هذا الخط المستقيم وأن تبعد البعد نفسه عن المركز وهنا نلاحظ ستكون بنفس البعد وتقع على استقامة واحدة مع المركز التناظر في المعين فستكون قاف شرطة بهذا المكان والآن حدد صورة النقطة قاف حول محور التناظر سين عين إذن المطلوب صورة قاف ولكن حول محور التناظر سين عين عندما نطوي المعين حول محور التناظر سين عين فأين ستقع قاف؟ أحسنتم أين ستكون صورتها؟ ممتاز في الجزء المقابل له في الأسفل أحسنتم ستكون هنا إذن نقول قاف شرطتين قاف شرطتين أو الصورة الثانية لقاف والآن ماذا يطلب مننا؟ حدد صورة النقطة قاف حول محور التناظر سادطة إذن سنجد صورة قاف حول هذا المحور أي أن نقوم بطي هذا الشكل المعين حول محور التناظر سادطة فأين ستكون صورة النقطة قاف؟ أحسنتم ستكون في الجهة المقابلة لهذا المحور أي بهذا المكان وهنا نقول قاف ثلاث شرطات أي الصورة الثالثة لقاف والآن أرسم صورة السهم عينها هذا السهم هنا عين وهناها حول مركز التناظر من؟ أولا أين هي صورة النقطة عين؟ أين هي صورة النقطة عين حول مركز التناظر؟ رائع جدا أحسنتم إنها سين كما تعلمنا ممتاز ولكن يتبقى لدينا صورتها إذن نجد الآن صورتها حول مركز التناظر وقلنا لإيجاد صورة أي نقطة حول مركز التناظر فيجب أن تكون على استقامة واحدة مع مركز التناظر وتبعد البعد نفسه عن المركز إذن ستكون هنا صورتها شرطة وهذا هو صورة السهم عين عينها هو صورته سينها شرطة والآن ما صورة صاد حول مركز التناظر ميم؟ ما صورة صاد حول مركز التناظر ميم هنا؟ ما هي صورة صاد؟ رائع جداً رائع جداً إنها ممتاز إنها طا إنها طا لدينا هذا التدريب تذكر خصائص المعين ثم املأ الجدول بإشارة صح للعبارة الموافقة وبإشارة خطأ للعبارة غير الموافقة لدينا هنا المعين جميع أضلاع الشكل متطابقة هل جميع الأضلاع متطابقة في المعين؟ ممتاز أحسنتم إنها متطابقة إذن صحيح موافقة هل الأضلاع المتواجهة متطابقة؟ نعم أكيد متطابقة هل هي متوازية؟ أحسنتم إنه متوازي أضلاع وبالتالي هو متوازي أضلاع تطابقة أضلاع وبالتالي إذن هذه الأضلاع يجب أن تكون متوازية هل زوايا الشكل قائمة؟ رائع جداً ليست قائمة ولكن هل مجموع الزوايا هو 360؟ رائع جداً كما في متوازي الأضلاع يجب أن تكون جميع الزوايا وفي الرباع عموماً يجب أن تكون جميع الزوايا قياسها 360 في الأشكال الرباعية إذن ستكون 360 هل الزاويتان المتواجهتان متطابقتان؟ متوازي أضلاع خصائص متوازي الأضلاع؟ أحسنتم إذن متطابقة هل الزاويتان المتتاليتان متكاملتان؟ ممتاز أيضاً كما في متوازي الأضلاع نعم هل القطران متطابقان؟ هل القطران متطابقان؟ عندما قسنا الأقطار في المثال الأول أحدهما كان ثمانية والآخر كان أحسنتم إذن الأضلاع غير القطران ليسا متطابقان هل القطران متناصفان؟ رائع جداً نعم وهل هما متعامدان؟ وقد تحققنا من التعامد مرة باستخدام المنقلة والمرة الأخرى باستخدام المثلث عند رسم المعين أحسنتم إذن القطران متعامدان الآن تأمل الجدول السابق بعد تعبئته وأجب ثم أجب ما أوجه الاختلاف بين خصائص كل من المعين ومتوازي الأضلاع؟ نقول جميع أضلاع المعين هي رائع جداً متطابقة في حين أنه ليست جميع أضلاع متوازي الأضلاع هل هي متطابقة؟ أحسنتم ليست متطابقة في جميع الحالات عندما تتطابق الأضلاع في متوازي الأضلاع فإنه يصبح ممتاز معيناً يصبح معيناً في جميع حالات متوازي الأضلاع لا يمكن أن تتطابق الأضلاع إلا إذا كان معيناً قطراء المعين قطراء المعين رائع جداً متعامدان في حين أن قطري متوازي الأضلاع ليس متعامدين في جميع الحالات هنا نفرق بين متوازي الأضلاع وبين المعين أن الأقطار متعامدة وأن الأضلاع متطابقة هل يمكن أن يكون كل متوازي أضلاع معيناً؟ طبعاً لا لأننا قلنا أن متوازي الأضلاع تكون أضلاعه غير متطابقة ليست جميع الأضلاع متطابقة بل كل ظلعين متقابلين أو متواجهين متطابقين وقلنا أن أضلاع متوازي الأضلاع ليست متعامدة ولكن شرط المعين أن تتطابق الأضلاع وأن تتعامد الأقطار إذن لا يمكن أن يكون كل متوازي أضلاع معيناً هل يمكن أن يكون كل معين هو متوازي أضلاع؟ أحسنتم صحيح هنا يمكن أن يكون كل معين هو متوازي أضلاع لأن المعين هو متوازي أضلاع تطابقة أضلاعه والآن ما أوجه الاختلاف بين المعين والمربع كم محور للتناظر في المعين أحسنتم إثنان وهما القطران ولكن في المربع كم محور تناظر أحسنتم إنها أربعة في المربع أربعة أما في المعين إثنان فكان لدينا في المربع أربعة أقطار أربعة محاور القطرين وأيضا أضلاع تنصف الأضلاع المتواجهة لدينا هذا التدريب رقم اثنين إرسم المعين سين صاد عين طا الذي طول قطريه القطع الأولى سين عين تساوي القطع الثانية صاد الطا وهي أربعة سنتيمتر لنرسم الآن باستخدام المصطرة نرسم القطعة المستقيمة أي القطر الأول قطعة مستقيمة لها بداية ولها نهاية هنا البداية الأولى وهنا النهاية ورسمنا القطعة المستقيمة وننصفها يجب أن نقوم بتنصيفها سين عين الآن باستخدام المثلث نقوم برسم مستقيم عمودي أو قطعة مستقيمة عمودية على سين عين وطولها كم نصف الأربعة أحسنتم نصف الأربعة إثنان إذن نقوم برسم إثنان وهي صاد الآن من الجهة الأخرى نلاحظ هنا أننا لازلنا في التنصيف لازلنا في التنصيف ونرسم القطعة العمودية من المنتصف إلى الأعلى وهي طبعا من المنتصف من المركز ميم إلى طا وقياسها سيكون أيضا ممتاز إثنان لماذا؟ لماذا؟ لأن منتصف الأثنان من طا إلى ميم إثنان ومن ميم إلى صاد إثنان إذن فإن طول هذا القطر هو أربعة سنتيمتر الآن نقوم بتوصيل الأضلاع هنا فرسمنا هنا المعين قمنا برسم المعين هل الشكل المرسوم اسم آخر غير المعين؟ هل يمكن أن نسميه باسم آخر غير المعين؟ نعم نعم يمكن أن نسميه له اسم آخر غير المعين فما هو؟ ما هو هذا الاسم؟ هل يمكن أن نسميه مربعا؟ هل يمكن أن نسمى مربعا؟ أحسنتم لا يمكن تسميته بالمربع لماذا؟ صحيح أن للمعين صفات تشبه المربع ولكن هناك صفة أن جميع الزوايا تكون قائمة في المربع بينما هنا في المعين ليست قائمة إذن هل يمكن أن أقول عن هذا مربعا؟ لا يمكن أن أقول عنه مربعا فما الاسم الآخر له؟ أحسنتم إنه متوازي أضلاع لدينا هذا التدريب سور مزارع قطعتي أرض بأسلاك شائكة كلفة المتر الواحد منها عشر ريالات الأولى معينة الشكل طول ظلعها مائة وخمسون والثانية مربعة الشكل وطول ظلعها مائة وخمسون ما كلفة تسوير كلا منهما؟ المطلوب الكلفة لتسوير كلا منهما؟ وهل هناك فرق بين الكلفتين؟ هذا التمرين سيكون تطبيقا منزليا بهذا بحمد الله قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم والذي تعرفنا فيه على المعين وقلنا أن كل متوازي أضلاع تطابقت أضلاعه يسمى معينا وأما متوازي الأضلاع لا يمكن أن تتطابق أضلاعه قلنا أن المعين أضلاعه متطابقة قطراه متعامدان ومتناصفان وهما محورا تناظر له ومركز تقاطع أو نقطة تقاطع هذان القطران هما مركز تناظر له وقلنا أن المعين يشابه المربع في مجموعة من الخصائص ولكن لا يمكن أن يكون المعين مربعا لماذا؟ لأن زوايا المربع جميعها قوائم أما المعين فليست قوائم بهذا طلاب الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم وسأكون بشوق إلى لقائكم في الدروس القادمة بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودايه